اليوم حقيقة ثورة تشرين باقية وتتجدد يوماً بعد يوم التحولت من الدور الاحتجاجي إن شاء الله إلى الدور الرقابي ثورة تشرين بدأت تفهم مفهوم العمل السياسي وبدأت تنخرط في هذا المجال على كافة الأصعدة وخاصة منها الدور الرقابي اللي أصبح دور مهم في محافظة ذيقار خصوصاً وفي العراق عموماً اليوم كأبناء محافظة ذيقار وكثوار تشرين بدأنا بالعمل على تفعيل مبدأ المراقبة الشعبية واستشعار الخطر الذي يحدق بالمحافظة من خلال الفاسدين الذي يعيثون في الأرض فساداً من خلال تسنم عدة مناصب فاليوم أصبحت لثورة تشرين الكلمة العليا والسلطة العليا على كافة الأصعدة قبل أيام مثل ما يعرف جنابك تمت إقالة أحد المحافظين كان السابق الدكتور أحمد الخفاجي لقضايا فساد خاصة في الحكومة السابقة لكن وضعنا الشخصيات موجودة وتكون تحت المراقبة وتحت المجهر الشخصيات التي سيتم ترشيحها ستكون شخصيات تكنقراط من الشخصيات المعروفة بالنزاهة إن شاء الله وسنكون داعمين لكل شخصية تعمل من أجل محافظة ذيقار ومن أجل مصلحة العراق وسيكون لنا الدور الرقابي إن شاء الله في الأيام القادمة من أجل إحقاق الحق وأظهار ملفات الفساد وتصحيح المسار الخاطئ الذي قامت به الأحزاب السياسية منها الإسلامية والعلمانية السابقة الذين دمروا كل خيرات العراق لم يتركوا شيء في العراق جميل إلا ونهبوه وسرقوه واليوم نحن كشباب واعين متقفين من أبناء محافظة ذيقار خاصة ومن العراق عامة سنطلق على الجيل القادم لثورة التشرين الجيل ما بعد 19 وبعد 20 وبعد 21 نحن الجيل القادم في تصحيح مسار العملية السياسية إن شاء الله نحو الأفضل من خلال المراقبة ومن خلال العمل الحقيقي ومن خلال اختيار الشخصيات الجيدة القادرة على إدارة البلد وإدارة المحافظة بالشكل الخاص طيب أستاذ ميثم الآن الأصوات التشرينية وصلت إلى البرلمان وأصبحت تملك القرار ولو بنسبة متفاوتة هل يمكن القول اليوم بأن مرحلة إعادة الحقوق في العراق قد بدأت والله إن شاء الله أستاذ اليوم أحب أن أمطيك معلومة اليوم بدأنا نطرق ملفات الفساد قبل سابقا هذا الملف تابع إلى الحزب الفلاني ما تقدر تخاف على حياتك هذا الملف تابع وراجهه تابع للحجي ما تقدر تطرقه اليوم اللي أمامك أنا من العالم يمكن أن نطلع لفت خمس ملفات فساد صحيح الأمر بي خطورة لكن بدأ كل أبناء محافظة يقار بدأت أستشعر أنه أكون ناس خيرين يبحثون ويحاربون الفساد عشرات ملفات الفساد بدأت تزود بها من خلال واتساب ومن خلال موظفين نزيهين في بعض الدوار بدأنا نزود البرلمانيين الخاصين من كتلة امتداد يعني مثلا دكتور علاء أو نائب داود العيدان أو دكتور فلاح بدأنا نسلط الضوء على هذه المشاريع المتلكة والتي فيها الفساد من خلال جمع المعلومات والتدقيق والفحص وحاولنا قدر الإمكان أنه نبدأ بالمحاربة الفاسدين من خلال الأوراق الرسمية مو فقط بالكلام وبالصوت العالي ومن خلال الاحتجاجات فقط لا بدأنا ندينهم بالجهات القانونية ونحرجهم أمام الرأي العام نحرجهم أمام أحزابهم اللي دعمتهم من خلال فضح ملفاتهم الفاسدة وكل بدأنا ننشر الغسيل مالتهم السابق فإن شاء الله القادم هي ثورة ضد الفاسدين من خلال كشف كل ملف فاسد وإن كان خلفه جهات سياسية قوية وإن كانت خلفه جهات ميليشياوية أي جهة اليوم ما عدنا شيء خسرة اللي قدموا أرواحهم من أبناء تشرين الشهداء الرحمة والخلود والمجلم مو إحنا أفضل من عدم دولا قدموا جادوا بأنفسهم من أجل عراق جديد من أجل محافظة متجددة واليوم إن شاء الله بدأنا نستشعر هذه الخطوات من خلال الوعد جماهيري اللي عد أبناء تشرين ومن خلال الوعد جماهيري عند المواطن الديقاري والمواطن العراقي اليوم كل الناس أصبحت ناقمة تباوع لكل دول العالم تطورات مثلا نحن اليوم عام 22 دخل كل دول العالم تفتخر أنه أجمل احتفالات لكن نحن 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 محدودين ليش؟ مع الرغم أن لدينا الإمكانات المالية والطاقات الجبارة والطاقات النفطية كل تحقيق هذه المطالب هذه المطالب التعبير سيد ميثم يعني على ما تحاولون اليوم هل الأصوات التشرينية تحت قبة البرلمان كافية برأيك؟ أم أنكم بحاجة ربما إلى تحالفات وضم أصوات أخرى لتحقيق هذه المطالب؟ أستاذ العزيز يعني لا تصور أنه تشرين هي مجرد 19 و21 و21 تشرين أكون متجددة أكون شباب قبل أيام عمرهم 17 و15 سنة قاموا بثورة دولا راح يصلون إلى مرحلة الوعي قابلين أنه تتجدد ثورة أخرى احتجاجية لكن بأسلوب آخر بأسلوب فكري بأسلوب توعوي اليوم بدأنا نصل إلى مرحلة أنه نبحث عن الحقيقة الناس بدأت ما ينخدع بالإعلام أو ينخدع بالكلام الصفطفائي أو من هذه الشعارات الرنانة بعلي وعمر وهذه الأمور اللي كانوا يتحدثون بها علينا سابقا أو القضايا أنه هذا سن وذاك شيعو وهذا كردي كلها عبرناها اليوم نبحث عن العراق أما أنه تقول لي هل راح نحارب الملفات فساد هذا الشي قادرين عليه عدنا ممثلين في البرلمان وإن كانوا تسعة لكن اليوم ملفات عادية بدأنا نطرحها كمواطنين وكإعلامين غيرنا في نظر الجمهور بدأنا نسيطر على الوعي الجماهيري اليوم حتى اللي يتابعين للأحزاب من أظهر له ملف على أحد الأعضاء من حزبه يتفاجئ بهذا الأمر ويبدأ يآزرني ويشد على إيدي ويتكاتف وياي من أجل العراق يبتعد عن قضية التحزب وإن كان من تلك الأحزاب لكن من توصل المرحلة أنه وبدأت تكشفها حقيقة قبل كنا نتحدث فلان كذا سوى لكن الناس ما الصدقين يقولك من يقول هذا الأمر لكن من بدأنا نكشف ملفات وملفات حقيقية وأوراق مختومة وصادر ووارد وبدأنا نطرحها ما من رأي العام وهذه كلها بدأنا نتزود منها من خلال مواطنين يعني أنا مثلا أريد أن تقد حزب أو جهة التقوا برسول الله أنه يجيني الملف من نفس الإنسان يمكن أن ينتمي لهذه لأنه يكون ناس خيرة وإن كانت تنتمي له حزب ما بس تريد تظهر الحقيقة فهذه بحدات الإنسان هي دورة تشرين المقادمة في فضح القاسدين المسيطرة ربما سيد ميثم هل ستترك المجال أمام الأصوات التشرينية لتحقيق هذه المطالب باختصار لو سمحت والله أستاذي ما قبل تشرين ليس كما بعد تشرين وأنا أتحدث عن الناصرية أنا أذهب في كل المحافظات أشوف يمكن موجود للأحزار أما في الناصرية لا مكان للأحزار اليوم إحنا ثوب وخلعنا اللي يريد يشتغل عدل أهلا وسهلا به أما يريد يكون فاسد وتابع لحزب إحنا ما عدنا غير صوتنا وعلى قول بعض الأصدقاء والتاير فإن شاء الله لا إحنا قادمين بقوة ما رح نمطيهم مجال من خلال كشف كل ملفاتهم من خلال فضوحهم أمام العام من خلال تشكيل وعي جماهيري حقيقي عراقي على أن هؤلاء فاسدين تل من الفاسدين لا يمكن لهم أن يقوموا بقيادة العراق مرة ثانية والقادم إن شاء الله جيل قادم شبابي قادر من الطاقات الجبارة ومن الشهادات العليا ومن الناس الاختصاصة الوطنيين الحقيقين لقيادة العراق إن شاء الله نتفهم الخير في المستقبل القادم الناشط المدني ميثم الانفضل كنت معنا مباشرة في النشرة الرئيسة كل توفيق وشكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة